لم يتوقف القصف الجوي على ريفي إدلب وحمى بالتزامن مع انعقاد الجولة الثالثة عشرة من أستانا في العاصمة الكزاخية إذ جددت طائرات النظام وروسيا من غاراتها مستهدفة كل من كفرنبل واللطامنة وكفرزيتا وحصرايا وغيرها مخلفة مختل امرأة وإصابة أكثر من عشرة حتى الآن العمليات العسكرية المتواصلة في شهرها الخامس أدت إلى نزوح أكثر من 450 ألف مدني توجهوا إلى الحدود السورية التركية وانتهى المطاف بهم ضمن المخيمات المنتشرة في كل من خربة الجوز وسرمد وأطمى وصولا إلى ريف حلب الشمالي والعشرات منهم مستقروا في الأراضي والحقول الزراعية نتيجة عدم مقدرة المخيمات على استيعاب الأعداد الكبيرة بحسب ما وثقت منظمة أطباء بلا حدود المنظمة حذرت في تقريرها من مغبة ارتفاع أعداد النازحين في المنطقة ووصفت حالتهم بالمأساوية في ظل الغياب الكامل والحاجة لكل مخومات الحياة من غذاء وماء ورعاية طبية منسقة عمليات برامج أطباء بلا حدود في سوريا لورينا بيلباو بيّنت أن محافظة إدلب وجنوب حما تقعان ضمن منطقة خفض التصعيد التي تركز عليها القصف الجوي والمدفعي للنظام وروسيا منذ نيسان الماضي ما أدى إلى دمار هائل في عشرات القرى والبلدات بما فيها من أحياء ومنازل مدنية وبنية تحتية كالمرافق الطبية والمدارس والأسواق ومخيمات النازحين